السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير احوالكم طيبة ومرحبا بكم الجديد في قناتكم وطباك حالي مالفلالي مع وصفه جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم السفنج المغربي بطريقة سهلة بزاف بزاف اللي حضرتوا معكم في بداية القناة بطريقة العادية المعروفة اللي كيدلوا حتى السفنجة اليوم سنشارك معكم بطريقة مختلفة بطريقة اسرع واسهل بكثير والنتيجة كما تشوفوا معي رائعة بزاف نشوفوا تفاصيل تحضير من اول فيديو للاخر اول حاجة وكمرحلة اولى سنقوم بجوش كيسان ديال الماء يكون سخون واحد شوية ماشي مغلي سخون جوش كيسان ديال الماء انا استعملت هاد الكاس شوية كبير ماشي كاس ديال العلبون سنقوم بجوش كيسان ونزيد معلقة كبيرة عامرة مزيدة ملخمرة ملخمرة ديال الخبز محاضرة جد واحد المعلقة صغيرة سنقوم بجوش كيسان وقام بجوش كيسان احضرت ملخمرة من ملخمرة نتائجة مجدد نخلط كل شي مرحلة ملخمرة من قوم بجوش كيسان نبخمرة المزيان هذا هو السير باش من بعد ما غنحتاجوش ندلكو بزاف وما غا تبقى تدخلناش لعجلنا وقت كبير او طويل في التخمير هالطريقة طريقة فايتلي حضرت معاكم بها شحال هالي دونات حضرت معاكم بها البنية وكانت نتيجة زوينة بزاف وعجباتكم اعتمتوها قلت عليش ما نجرباش حتى في السفنج نفس الفكرة وفعلا اعطات نتيجة سوف نغطيه ونخليه على الجنب حتى يتفاعل مزيان سوف نغطيه من بعد كما تلاحظوك ارجع بهذه الشكل كيتفاعل مزيان سوف نزيد الملح لتفاعل مزيان مزيان مع السكار الملح اللا اترى الاخر نزيد جوج كيسان اخرين سوف نغطيه ومن بعد كما نزيد شوية بشوية هي من الاحسن ديما الضقيق زيدوه شوية بشوية في الاخر تتأكدو ان الجينة هي هادي كما هو معروف الجينة ديال شفنج كتكون خفيفة كما كتشوفو عن السفنجة سوف نغطيه نتيجة مزيانة كما تكون ناجحة وكتعطيه نتيجة مزيانة كما قصحناها كتكون نتيجة مزوينة سوف نزيد شوية بشوية وانتوما كتحرقو والطريقة دياليك ديالو راها معروفة ماشي بحل طريقة دياليك ديال الخبز اولا ديال العجينة ديال بغيوش يلا كتكون نخدموها بطريقة مختلفة واحد شوية كما غادي تشوفو معايا ديال الوصفات اللي كتكون فيهم العجينة خفيفة منهم الخبز اللي درناه في المقلة في العيد فكانت في نتيجة وزوينة واخدمناه في هذا الشكل ديال العجينة ديالو كتكون خفيفة حتى الشيار ممكن نخدموه غير هاد الشفنج كي يكون خفيف كتر منهم سوف نستمر نزيد هادي كميل ديوش كيسان وزدت واحد شوية اخر سوف يبقيت كنزيت شوية بشوية حتى حصلت على العجينة خفيفة هي هادي كما غا تشوفو معايا في الاخر العجينة طبعا كتكون كتلسق في اليد وغا تقنطكم إلي عندكم عجينة او روبو كتخدمو فيه فماشي مشكل انا طبعا كنخدم غير بالنسبة دائما كتلاحظو انا كنستعمليتي لانا بزاف ما عندهمش العجينة فباش يعرفوا الطريقة كيفاش يعجنو خصوصا المبتديات سوف نستمر ارا في ساعة كتوجد ماشي بحالي كندلوها بطريقة العادية فهادي ضغياء ضغياء كنبقى نشوفو انها قدرت لنا هذو كل فوقعات اللي خاصنا تكون بها تشكل يعني هي اللي كتنجح العجينة وكيجينا شفنج دينا ناجحو كنعرفو انه تدلك فضغياء ضغياء قادي تلاحظو انه بدا كي يتشكل سوف يحبسو عندي ريشوية ديال الزيت ندهنها ونغطيها من جديد لا تشوفنش خاصوه يخمر مزيد ذاك الشي علاش ماشي بحال العجينة العادية كندلوها بعض طريقة وكننخدموها في المملاحات او لا في اي معجنات لا هذي خاصنا نزيدو نخليوها تخمر غيوو الفرق انها ما غتاخدناش الوقت بزا في التخمر بغياء غياء غياء تغطيوها تغطيوها في واحد البليسة شوية سخونة غير واحد شوية تلقوها طلعات بك ساعة مباشرة غتشكلوها وغتبدو تقلو فيها كما تلاحظو طلعات مزيان انا في صراحة را خمرت لكتر مجد كما تشوفو وكلما خمرات كتكون حسن اخطيت قريبان انا حطيتها في بليسة سخخنة لاني جيت البوطة كنت شعلها واحد العشرين دقيقة كانت واجدة اما لا شفن جليات عجنتوه بطريقة العادية فكي ياخد الوقت شوية فر في الخميرة دياله كان ذهنو يدينا دائما بزيد لان العجينة خفيفة ضروري الزيد سينها تلصق لكم وتعدبكم وكنشكلو قويرات على حساب الرغبة لابدهم كبار او صغار مشي مشكين تومة ورغبة ديالكم او صغار ملي قليل وابد نسبه لتقيق في المجموع تقريبان 1-600 قرم ملي دخلات لي لان الكيسان عندي شوية كبار ويادرتوا الكيسان العاديين فايكون 1-100 كيلو تقريبا سوف يستمر كان قد دائما كان دهني بالزيت وكان نضعهم في واحد بلاطو او صفيحة اللي يمدونه بالزيت مزيان باش ميلاسقوش من بغيون ان نهزوهم ما يعذبوناش سافي كان نكونه دالي المقلة انه بها طريقة مباشرة خاصننخلي هم خاصناش خليهم يرتاحوا لانا غادي خمروا كثير من القياس ونغطلوني هم غادي شي يبغينا اذا اجنتوهم بالطريقة العادية خليهم يرتاحوا واحد شوية سافي نكمل هم يعطوني انا تقيبا واحد سعود وانتوا مع الحساب الحجملي دارتم مشي مشكل ديرو الحجم اللي بغيتو سافي كم ما كنتلاحظو نتأكد انهم لاسقينش مزيان ودهنا صفحة ديالي اولى البلاتو بالزيت كان شو مباشرة كالعادة نفس الطريقة اللي شدتوا معايا من قبل جوج مقالي في بداية القناة كنت قلت لكم بعض الاخوات تستغربوا علاش جوج مقالي فاكيد خاصنا جوج مقالي ان النتيجة كتكون بهم ناجحة فكنديرو حي شوية في المقلة اللي اللي كنحطو فيها كنهزو بهذا الشكل و كننحلو الوسط اولا كنديرو ذاك الفراغ في الوسط و كنحطوه مباشرة في المقلة اللي فيها شوية ديال الزيت لما قدوتوش هزو ممكن ديروها بهذا الشكل هادا تحفروها وهي انا كتجني سهلة لانا ننهزها و نحفرها عادي مكيش مشكين و كنخليوها واحد شوية حتى كنحسو بيها بزات كتشت راسها في المقلة و العافية من اللي احسن تكون نقصة واحد شوية بش ما يتخطفوش عادي كنهزوها المقلة الخورة اللي فيها الزيت كتيرة و هي كدتنفخ بهذا الشكل كنعتضر لنا بإضاءة هنا اياه كدتكون شوية بعيدالية على الشرجن هذا الشيء عليش كنكون شاعة لغير الضوء ديال الفوق ديال غالباً كنستعمل كن نعتملي على الإضاءة ديالنها ما كنديرش إضاءة زعمة صناعية لكشيش ما كيبليكمش هنا يا تصوير مزيان ولكن من الفكرة لا تكون واضحة هي كدتش دراسة كنهززها مباشرة للمقلة فيها الزيت كتلاحظوا كتبديد ديال ديال فوق عاد اللي احنا كنبغي و اللي كتعطينا ذاك الفراغات الداخل و كيجينا السفنج ديالنا خفيف من الداخل صافي العافية بالإحسن تكون في المرحلة الخرام توسطة باش ما تخطفوش ولكن الزيت تكون سخونة ما نحطوش أي حاجة كنقليوها ما نحطوهاش في الزيت بردة إلا اللوز اللي كيبغي الزيت بردة أما بحالات الشيدي كي تتقلى إلا كانت الزيت بردة فكتشرب و كيتشي يعني نتيجة خيبة صافي غادي نستمر بنفس الطريقة هي كنشوف هذه تحمرات من التحت كنقلبها الجيها الأخرى أنها زادت نفخة كتر صافي غادي نستمر هي كنحسب هادو كشتوراس هوم في المقلاة كنهزو مجيه الأخرى أنا كنشي معاكم شوية بشوية بشوية بدي سغيب وحدة هي باش تركزوا معايا كتر وتعرفوا تفاصيل مزيان كيفاش كنقليو نشفين جينا لأن القلي عندو دور كبير باش ينجح معاكم صافي غادي نهزها مباشرة الوحد الغطار أو التفصيل اللي فيه الورق ديال الطبخ أو لشبيكة ديال اينوكس باش يسقطن ذاك الزيت اللي زايد ورا ما كيجيش نهائيا نشارب الزيت طافي غادي نستمر بنفس الكيفية كما كتشوفوه كنحطوها كتزيت نفخ في المقلاة كتتتحمر كنقلبوها الجيها الأخرى كتتتحمر كذلك على حساب الضوغ ممكن يعني كيبغيها جي مقرملة ومحمرة نيت حتى انا ميك الناس صغر وكان مشيول عند السفناش كنقلو عطيني هاديك على حساب الضوغ ديالك اللي كتبلك شوية مدهبة كيبغيها مثلا محمرة كتر من القياس انتوما والرغبة ديالكم رغير اذا امر كتبينش صراحة الشكل مزيان واللون ديال السفنش كيفاش خاصو يقوم او كيف درتو انا قليل كيمياء اللي عندي كامل لا يأخدش نهائيا الوقت وضغياء كيوجد كنت نشوف السفناج اللي عندنا في الحوماء كيديل واحد اشخاطي نقول لكم هذا كشكل يتسمى برميل كبير عمر بالزيت وكيبغي يقلي فيه كيفاش كيتحكم في ذاك العداد الكبير كامل هذا اللحظة نستعمل القطيب ديال الشواء ونزبي حتى كنت نشوفوا كيزو القطيب ديال الشواء بغيت نجرب كيفاش بعمل فنو الفرق فاكيد نتيجة رائعة بزاف ناجح وكي ملاحطوا طريقة سهلة في التحضير حضروا في داركم اكيد سوف يفرحوا بيه ولداتكم ولادي كي يحمقوا عليه وكيتمنى لو كان يبقوا يأكلوا ديما كتشوفوا عن قرب كيفاش كيجي في حاوة نقرب لكم كنتمنى يكون تصوير يعني والكاميرا اعطاتهم حقهم كيفاش كيجي عن قرب يجربوه وتبعوا الطريقة كمهية اكيد رائع نجح معكم وما كانش طبعا تخليوا لي لي كومنتار ديالكم تعودوا لي على ذكرياتكم طبعا الناس ديال الزمن الجامل والطفولة الزوينة اللي كانت اشياء بسيطة كتفرحنا بزاف شكرا لكم دائما على الدعم والتشجيع والى اللقاء فيديو ومصفة قديمة ان شاء الله مع السلام